موسيقى الدنيا تنادي أنا مرحلة موقتة الدنيا متخدع الدنيا صريحة واضحة تكشف واقعها يقولون واحد في يوم من الأيام جاءه ملك الموت نحن في يوم من الأيام يجينا في خلوة في جلوة مرة في البيت وحدك فد مرة شوف ملك الموت أمامك جاءه ملك الموت قال لماذا جئت؟ قال جئتك قابضا قال لماذا لم تنذرني من قبل؟ قال ليش أنا عشرات المرات أنذرتك حذرتك قال وين؟ لعل مضمون الرواية هكذا قال لم يمت فلان من أقربائك هذا الإنذار الأول ما مات فلان من أحبائك هذا الإنذار الثاني هذا الشاب اللي كان في عنفوان شبابه دخل في المستشفى ليلا وفي البكور جاء نعيه ماكو الدنيا ما بيه شيخ شاب رجل امرأة هذا الإنذار الأول هذا الإنذار الثاني هذا الإنذار الثالث هذا الإنذار الثالث لنا نحن لا نظن أن الموت حق ولكن للجيران يوم من الأيام من ننتهي حتى أحفادنا اسمنا ما يتذكروا الآن تذكرون أنتوا اسم جدكم العاشر من هو جدكم العاشر تذكرون؟ لا حتى اسمه ما يبقى ينتهي نحن من ننتهي الشعرة البيضاء الأولى في لحيتك هذا الإنذار الأول الشعرة البيضاء الثانية هذا الإنذار الثاني هذه الإنذارات تتوالى هذه علامة الرحيل كل شعرة بيضاء علامة الرحيل هذه العلامات تتكاثى الدنيا تصدق تقول أنا مو دار بقاء أنا وسيلة للآخرة أنا مرحلة موقتة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر